السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في قناتكم قناة الصحة والمطبخ النهاردة معنا فيديو جديد عن نغازات المهبل في الشهر السامن من الحمل ما هي الأسباب وهل هي خطيرة أم لا أولا أسباب الشعور بنغازات المهبل خلال الحمل ينتج عن تقلصات الرحم ما يعرف بتقلصات براكستون وهي غالبا المسبب الرئيسي لحدوث النغازات في منطقة المهبل باستمرار وهذه التقلصات تؤدي إلى الشعور ببعض الانقباضات في الأنسجة العضلية للرحم للحفاظ على التماسك وتليين عضل الرحم بطريقة تمكن الدم من المرور إلى المشيمة ويكمن دورها في جعل عنق الرحم أكثر ليونة لتسهيل نزول الجنين استعدادا للمخاض والولادة وتتمثل الأعراض فيما يلي 1- تحدث هذه التقلصات بشكل غير متقارب بمعنى أنها لا تحدث أكثر من مرة أو مرتين كل ساعة ولكنها يمكن أن تحدث عدة مرات في اليوم 2- تتوقف هذه التقلصات غالبا في حال تغيير وضعية الجلوس أو التجول في المكان بحيث لا تبقين على نفس الوضعية التي شعرت فيها بالتقلصات 3- لا تستمر التقلصات لفترة طويلة وتبلغ مدتها عادة أقل من دقيقة 4- تحدث بشكل مفاجئ وغير منتظم ولا تزداد حدتها أو شدتها ثانيا هل هناك خطورة لنغازات المهبل خلال الحمل؟ نغازات المهبل خلال الحمل طبيعية ولا توجد لها أي خطورة إلا لو صحبها ألم غير محتمى في منطقة المهبل حينها يجب عليك الإصراع بالزهاب للطبيب المتابع لحالتك في نهاية الفيديو ننوه أن المعلومات المذكورة في هذا الفيديو لا تغني أبدا عن زيارة الطبيب وللمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع يمكنكم الرجوع لمصدر هذه المعلومات في وصف الفيديو في نهاية الفيديو لو أعجبكم ياريت تدعمنا بلايك وكمينت وشاركوا في فيديو مع أصدقائكم وتشاركوا معنا في القناة وتنتظروا من هنا كل جديد في قناتكم وقناة الصحة والمطبخ